مع هذا القرار الذي سمعناه من نوافس لم نبدأ النقاش وبشكل تلقائد سنبدأه معك بسمع تعليقك المفصل على هذا القرار وشدة حزمه الذي احتفت به جنوب أفريقيا دولة مدعية إذا كان من الممكن الاعتبار أن هذا القرار أكثر حزما من القرارات التي صدرت قبل يناير ومارش سندا لما وصفته دولة جنوب أفريقيا بنفسها فلعله في حيثياته ظهر موقف حاسم من القضاة لجهة امتناع دولة الاحتلال الإسرائيلية عن تنفيذ أي من القرارات المؤقتة التي صدرت لا بل تحدث القضاة في حيثياتهم عن تدهور الحالة الإنسانية بشكل يفوق ما كانت عليه حين أصدرت الأوامر المؤقتة الأولى قبل أكثر من أربعة أشهر جاء أغرف القرار الذي تضمن ثلاثة بنود أهمها كان البند الثاني الذي أمر بمظاهر وتنقلت وسل الأعلام على أنه وقف شامل للأعمال العسكرية غير أنه لم يخرج حقيقة عن اختصاص المحكمة وحتى عن القرارات الأولى التي أصدرتها في يناير من هذا العام حيث قال حرفيا هذا البند وقف الأعمال العسكرية في رفح التي من شأنها أن تؤثر على ظروف عيش الفلسطين في غذا بما يؤدي إلى تدميرهم جزئيا أو كليا وهذا التعريف لواحدة من جرائم الإبادة الجماعية مع التذكير بأن القرارات التي صدرت مجددا في يناير من هذا العام في 26 يناير أمرت إسرائيل بمنع قواتها العسكرية أو الزم قواتها العسكرية من وقف جميع أعمال القتل بحق الفلسطين في غزة جميع أعمال الإذاء بحق الفلسطين في غزة وجميع أعمال تصعيب ظروف حياة الفلسطين في غزة لا أرى أن هناك تغييرا إلا لجهة الصيغة التي لبت المطلب جنوب الأفريقي باستثناء مسألة الانسحاب لأن جنوب أفريقا طلبت الانسحاب الشامل من رفح وليس فقط وقف العملية العسكرية وسبب التلبية هو بكل بساطة أنه كما ذكر في هذه الحديثيات واقتبس عن مسؤولين في الأمم المتحدة رفح كانت تعتبر الملاذ الأخير للنازحين في غزة وخلال عشرة أيام ثمانمائة ألف فلسطيني نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة وهذا هو الأمر الذي جعل المحكمة تظهر وكأنها تلبي مطلبا هي سبق أن لبته حقيقة ولكنها لاحقت بساطة وكما ذكرت أستاذ جيالا كان في قرارات سابقة حديث عن حماية كل مدنيين في كل قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر